السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة وفيديو جديد اليوم ان شاء الله ستكون مائدة افطار 6 ايام رمضان الكريم وصفات تقريبا وصفات تقليدية من المطبخ المغربي الرمضاني كنتمنا تعجبكم وايضا نقدم لكم وصفات مختلفة شوية ان شاء الله يعجبكم الفطور ديالي ومعطاكم افكار الفطور ديال المائدة ديالكم ان شاء الله كنتمنا يعجبكم الفيديو ونبدأوا باسم الله انا بديت بتحضير الوصفات الاساسية اللي فيت حضرتها معكم عندي هنا يوحد العجينة نحضروا منها ان شاء الله جوج ديال الوصفات عجينة بالحليب عجينة بسيطة جدا عندي جوج زلافات ديال الدقيق الابيض زلافة ديال الفينو او دقيق السميد الناعم ملعقة صغيرة السكر وملعقة كبيرة ديال الملح او ممكن تقسم الملح لما بغيتوش ثلاثة ديال معلقة كبار ديال زيت الزيتون وعجنته بالحليب دافي ايضا حضرت الحريرة اللي فيت حضرتها معاكم في الفيديو الاول ديال رمضان والمسمنته هو مسمن عادي فيه الفينو الدقيق الملح والسكر مجنب الحليب ايضا انا بغيتو غنخلي لكم ان شاء الله روابط هات الوصفات هذي بالتفصيل في خانة الوصف فبالنسبة اللي جينا الاولى اللي قلت لكم مجنته وخليتك اتخمرهي حتى يضعف الحجم دياله فهات الوقت هذا غنحضر القطبان انا في الحقيقة كنت عوارا نحضر القطبان ديال الكفتة وديال الجاج ولكن من بعد ما حضرتهم بنليدك شي كتير فخليت هذو ديال الجاج الغداء ان شاء الله واليوم اكتفيت بالقطبان ديال الكفتة بالنسبة هذو ديال الجاج غنوريكم شنا عملت فيهم يعني انا عملتهم وغنخليهم في الثلاجات الغداء يعني ما يبقى لهم حتى شي حاجة بالعكس غا يزيدوا يتلددوا بهذا الترقيدة هذي بالنسبة لهذا الترقيدة عملت شوية ديال ملحة غنحك العرق ديال سكينجبير تقريبا واحد نصف ملعقة صغيرة عندي هنا يا ثلاثة ديال صدورة ديال الجاج غنملو واحد تتبيلة اسيوية غندي شوية صلصة ديال المحار تقريبا واحد جوج مع علاقة كبار اللي ما عندوش ممكن يستغنى عليها ويستعمل فقط صلصة السوجة عندي هنا يا ايضا صلصة الباربيكيو الاسيوية بحقيقة نسيت الاسم دياله ولكن كتباع في المغرب اسمي تهويسن سوس كتباع في المحلات التجارية الكبرى في المغرب وما يلقى كبيرة ديال الصوجة وانخلط جيدا وانخلي هات الخالط هذي ترقد الى الغد ان شاء الله ما اكتبش اليوم بالنسبة للكفتة غننحك فوق مننا عنديني تقريبا نصف كيلو ديال الكفتة منزوعة الدسم معني ما فيهاش شحمة تقريبا غنحك فوق مننا ربع ربع حباء ديال البصل ملعقة صغيرة ديال الملحة نقصه او زيده لحسب الرغبة ربع ملعقة صغيرة ديال الفلفل اسود ونصف ملعقة صغيرة ديال الكمون ربع ملعقة ديال الكوركم وشوية ديال توابل مكسيكية تقريبا نجوج معناق كبار قصبور المعدن وصمالقة كبيرة وغد نحرك جيدا حتى يندمجوا هذي التوابل مع الكفتة وغنخليها ايضا ترقد تقريبا واحد ساعة ديال المقانة حتى يقرب الوقت ديال الفطور وعد غد نشويوها ان شاء الله نسبة العجينة اللي قد لكم عليها في الاخير من بعد ما تعجنت مزيان مزيان عجنتها بالحليب دافي كيفما قد لكم ضيفت جوج معلقة كبار ديال الزبدة في اخر مرحلة وخليتها تعجنت تقريبا واحد جوش دقائق في الاخير خليتها خمرات حتى الضعف الحجم دياله وده بغن نشكل كويرات صغيرة في حل هات الحجم هذا غن نحضروا مننا واحد الخبز حلو او خبز غن نملو زبداء والعسل غن طيبوه بالطريقة ديال البوشيار ووحد الجزء الثاني ديال العجين غن نحضره به خبز ديال الساندويتشات اللي غادي نقدموه مع الكفتا ومع الخضار اللي بغا يصعب ساندويتش يصابون اللي بغا يأكلو غير هكذاك يعني يعني كتبقى لحسب الرغبة كيفما قد شوف هنا يكن شكل كورات ملساء من بعد غناخد شوية ديال زيت الزيتون غنطلق هاد الكورات هادو ولكن بانو اللي بقى مرتاحش العجينة مزيان فعن نطلقوه غير شوية ونحطوه مجانبا يزيدو يرتاحو وعد غادي نبدأ نطلق فيهم ونبدأ نطيبوهم مرتاحو هاد الكوائرات شوية غنطلقهم ما غاديش نرققهم بزاف يعني شوية تقريبا واحد نصف سنتيم يعني السمك ديال بوشيار اللي كنطيبوه كيفما لحتو انا استعماله زيت الزيتون اطلقت بيهم هاد الخبيزات هادو غنوضعهم في الصينية تقيلة تكون مسخنة مزيان 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 غنخليهم حتى يظهروا لي هادو كل الفقاعات من الفق وعد غادي نقلبوهم من بعد غادي ندهنوا بشوية ديال زيت زيت الزيتون وغنقا نقلبوهم فيما بعد حتى يتحمروا لي مزيان 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 ويطيبو وغادي نحايدوهم ونحتفظ بيهم في واحد المنديل للمطبخ وغنعملوهم في الفران الفران طبعا مطفي غير باش يبقاو سخانين ما يبردوش صافي الخبيزات ديالي طابو تحمروا مزيان من جوج ديال الجيهات صافي غنحايدوهم وغنحتفظ بيهم في واحد المنديل ديال المطبخ وغنعملوهم في هاداك الطبق اللي غنعمل في هاد الخبز هادا غنعملو في الفران باش يبقا يعني يبقاو سخانين يعنان يفتح البب ديال الكوزينا اللي خليتم غير محطوطين غادي يبردو الفران طبعا مطفي بالنسبة للجزء الثاني ديال الكوريات غنرققهم بالمتلك وايضا بيدي غنرققهم بالزاف يعني مش يفحل الخبز ديال الترطية ولكن غنرققهم كيف ما كاتشوفوا هنا يا باش نحصل على خبيزات كبار ديال ساندويتشات وغنطيبهم بنفس الطريقة يعني غنحطهم فوق المقلاء اللي ندهونا بشوي ديال زيت الزيتون وغنحطهم متى نحس بيهم دو كيبان هذو كل فوقاعات من الفوق ماشي بززاف غير شوي غنقلبهم من بعد غندهاني اما بالزبدة اما بزيت الزيتون اللي يبغيتو غنقى نقلب فيهم حتي يتحمرهم زيان مزيان مزيان وصافي غادي نحايدهم إلا بانتلكم الخبيزة ما بغاتش تتحمر من جهة الاخرى فحالي كيوقع الخبز ديال البوشيار إلا ما كنتوش بغين هاد الخبز هاد يعني ما محتاجين وش أنه يتنفخ كنضغطو عليه به هاد سباتيول هادا جيدا من يكون كي طيب وكيتحمر في حالي كتلاحظو هنايا غنكمل بنفس الطريقة الخبيزات كاملين اللي بقاولي يعني غنرققهم بزاف بالمثلك وبيديه وغنطيبهم بقى نقلب فيهم غنهان كيف ما بغيتو اما بالزيت اما بالزبدة وغنقى نقلبهم حتي يتحمروا في نفس الوقت كنتوغطو في هاد سباتيولا باش يتحمر مزيان مزيان وبيطيب ومن بعدها هو غنعملوا في واحد المنديل ديال المطبخ ونخليهم في الفران حتى الساعة التقديم وغادي نجبدهم هنا غنبدا نصاوب في القطبان ديالي عندي هنا القطبان ديال الخشب ما غاديش نوضعهم في الماء باش ما يتحرقوش لاناني غنحطهم ما غاديش يقيصو المقلة إلا تمكن لكم من الأحسن أنكم تشويهم فوق الفاخر إلا كان ممكن إلا ما كانت تستعملوا في حالي أنا المقلة التقيلة يعني المقلة ديال الملوي غير هو خصة من بعد التحك يعني كي لسق فيها شوية ديال اللحم وأيضا هذيك المادة اللي كتهبط من اللحم تهي كتلسق فيها يعني هذيك المقلاء خصة تحك شوية من بعد فكي بقى لكم جوم الإختيار من الأحسن طبعا الفحم كي بقى هو أحسن حاجة فكان بقى نضغط ليها كده بيدي حتى كي لسق مزيان في هذك القطب وصفي كي يكون واجد بالنسبة القطع ديال الدجاج هنصاوبه بنفس الطريقة بني غا diye نكمل غا 28 ساعه نشرلا بقى تدابة قريبا 1 ساعة الإلا ربع مغرب غا sake 모두 هذه الشائط لاحضة نضيف دقيق الأبيض تقريباً نضيف دقيق الأبيض و نضيفه أو نضيفه ملعقة الملح و ملعقة السكر و معلقة زيت النباتية و نضيفه بالحليب يجد مزيان و لا يكون شجاري و لا يكون صح في حال الملوي يعني يكون شوية مرخوف على الملوي و من بعد نضيفه بالزيت كي يقول رقيق طبعاً نضيفه على شكل كويرات نضيفه ترتاح و من بعد نضيفه رقيقة و نضيفه في حال رغيفة نضيفه ترتاح مرة ثانية و نحاوله نحافظه على وحد الشكل يكون مقاد يعني مربع مقاد نضيفه في المقلة اللي مسخنا طبعاً جيداً نضيفه بالزيت و مجرد ما نضيفه الرغيفة أو الملوية نضيفه تقريباً خمسة ثانية و نقلبها و نقلبها حتى الطيب مزيان و تتحمر سوف نضيفه الملوي سوف نضيفه في المنديل المطبخ و سوف نضيفه في الفران حتى نريد فوق الطابلة و سوف نضيفه نضيفه من الفران و من المنديل المطبخ و يجب أن نضيفه و أن نضيفه ما نضيفه و أجب أن نضيفه والسابق إلا بغيتو تصعبو سلطة ديال الفواكه والفواكه ما طيباش بزافيني بقى قاسحة أنا كنعمل واحد العلبة ديال الفواكه هنا استعملت الأناناس المعلب المعلب في العصير ديال الأناناس ماشي السكر فقطعت قطعة صغيرة وزيت تهبو العصير ديال الأناناس كيعطي واحد الحلاوة وأيضا واحد اللدة كيت تعاون بها هذيك السلطة هنا من بعد ما سليت من المقلة ما بقيتش غادي نحتاجها اليومة صخنتها مزيان ودهنتها بشوية ديال الزيت ونحط فوق منها اللحم هذي الكفتة هذي نحطها ما نحاولو ما نحركوها نحركوها غير شوية إلا شفناها بقى لسقى يعني ربقى ما طابتش فحالك تشوفو هنايا إلا تحيدات بكل سهولة يعني صفيرات طابت من الجهال ديال تحت نقدر نقلبوها غانبقى نقلبها في حال هاك تحت نشوفها بأنها تحمرت وطابت من جوانب كاملين وصافي غادي نقض نحطها في الطبصين مع شوية دماطيشة الخيار والخص وصلصة كنت غنحضر وحتى نصال بيضاء أسان ما بقاليش الوقت فقط غنعطيهم شوية ديال المايونازي اللي أبغوا يعملو سندويتش أو الموتارد أو اللي بغاو اللي كاين في الدار بالنسبة لهذا الخبيزات هادو ديال البوش يرضي دوقو بتشوية ديال الزبدة والعسل وغنخويهم فحال هكتفوق منهم فحال شكل ديال البانكيكس رغيفات ديالي من بعد ما طابو غنلويهم وغنقدمهم هكتفة بيصلة صغار رغنحاول أنني نغرف الحريرة تقريباً وعلى أقل 11 ديال الدقائق قبل من المغرب قبل ما تتكالي أنها كتكون سخونة بسفحة اللي كتشوفوه يالله كتتحيد منها كل لهبة ديال الحرارة باش نقدرو إن شاء الله نفطرو بها وهذا هو الفطور ديالنا ديال السادس أيام رمضان الكريم عدنا الكفتاء بالقطبان مشوية فوق المقلة التقيلة رغيفات مربعين خبز ديال السندويتش وأيضاً خبز البوشيار بالزبدة والعسل سرطات الفواكه بيد مسلوق والحريرة المغربية بالنسبة للعاصر عملت غير عاصر ديال الاناناس اللي شريته عملتوا فقرحة ديال الزج وصافي كانت مننا إن شاء الله الويديو ديال اليوم يكون عجبكم واستفدتم منه كانت مننا من الله سبحانه وتعالى لتقبل صيام ديالكم والعبادات ديالكم ما تنسوناش من صالح الدعاء ديالكم صيام مقبول إن شاء الله وشهية طيبة وإن شاء الله نتلقاه في الفيديو القادم السلام عليكم اشتركوا في القناة